حياتكم الله مجدداً ومن الأجندة إلى أولى موضوعاتنا لهذا المساء مع جامعة الشارقة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور صدامر محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة رئيس جامعة الشارقة بالعمل على الاهتمام باللغة العربية ونشر الثقافة العربية والإسلامية لغير الناطقين بها تتواصل في جامعة الشارقة أولى برامجها لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتاريخ الإسلام لعدد من الطلبة الصينيين من جامعة اللغات الأجنبية والدولية في شيان والمنتسبين للدبلوم المهني في اللغة العربية والذي يشرف على تنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة للحديث أكثر عن هذا الدبلوم وأهمية تعاون جامعة الشارقة مع الجامعة في شيان الصينية اليوم نصدف الدكتور خطاب أحمد خطاب أستاذ النحو والصرف ومحاضر بجامعة الشارقة وكذلك أيضا طالب جياشين من الصين وهو طبعا أحد الطلب المنتسبين للدبلوم المهني للغة العربية بجامعة الشارقة حياكم الله مساء الخير أقول زيدان ولا جياشين زيدان أم جياشين جياشين حياكم الله عموما دكتور كذلك أيضا بارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رمضان المبارك وحضرتك بخير وبصحة أهلا وسهلا أبدأ وياك دكتور نتكلم عن هذا الدبلوم ربما نعرف أستاذ المشاهدين بما هي هذا الدبلوم ما الهدف كذلك أيضا من هذا الدبلوم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نهن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه بشهر رمضان الكريم المبارك وكذلك مواطن دولة الأمارات العربية المتحدة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعود علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أمين هذا الدبلوم المهني والتطويري للكثير من البرامج يجتمل على برامج متعددة ليس فقط برنامج اللغة العربية ولكن هناك برامج أخرى مثل برنامج العقارات الذي تقوم عليه بلدية الشارقة جميل نعم هناك العديد من البرامج قد يجتمل مركز التعليم المستمر في العام الواحد على سبعة برامج ما شاء الله نعم كان هناك تخرج منذ تقريبا ثلاثة أيام لسبعة برامج بمركز التعليم المستمر ومن أهم هذه البرامج هو برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها جميل جدا هذا البرنامج يعني برنامج كبير جدا تقريبا استغرق نحو سبعمائة ساعة سبعمائة ساعة نعم دكتور هذه أول دفعة تتخرج من هذا البرنامج هذه أول دفعة تتخرج من هذا البرنامج بصورة نظمية يعني درسوا فصلين دراسيين متتابعين كاملين يدرس الطلاب في اليوم الواحد خمس ساعات في اللغة العربية يعني تكون مكثفة جدا ولمدة تقريبا سنة دراسية كاملة تقريبا بمعنى فصلين دراسيين يعني سنة دراسية كاملة ومكثفة جدا إذا كانت خمس ساعات في اليوم وليست مكثفة فقط بل ومتعمقة يعني هم يدرسون النحو والصرف والعروضة ويدرسون الأدبة جميل في اللغة العربية وكانوا مستمتعين جدا وتطوروا تطورا ملحوظا يعني بدأنا بدايات صحيحة عندما درسناهم اللغة العربية دكتور أعتقد يعني بأن مهمة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هي ليست بالمهمة السهلة حقيقة وخصوصا إذا كانت بصورة متعمقة مثل ما حضرتك ذكرت يعني هناك دراسة متعمقة للغة العربية أعتقد بأن تعليم العروض بحد ذاته للناطقين باللغة العربية ليس بالسهل فما بالك إذا كانوا غير ناطقين باللغة العربية سوف نتحدث بشكل مفصل بالتأكيد عن هذا البرنامج وكيف صمم هذا البرنامج لتعليم غير الناطقين باللغة العربية لكن خليني أسأل جياشين في البداية لماذا اخترت اللغة العربية أو لماذا تعلمت اللغة العربية بالذات؟ يعني لأن هناك الآن في الصيني هناك مرئين من الصينيون يتحطوا صلوخة العربية والأهمية لغة العربية وقوتها وتطورها يعني بين علاقاتهم بين الصيني وبين الدول العربية صحيح هناك تطور كبير الحقيقة في العلاقات بين الدول العربية والدول الخليجية وكذلك أيضا الصيني يمكن أنا ذكرت قبل هوانا نحن كذلك أيضا شهدنا إدخال منهج تعليم اللغة الصينية الحقيقة في بعض الدول الخليجية وكذلك أيضا بعض الدول العربية وأعتقد بأن هذا في تزايد إن شاء الله في المستقبل وهذا انداليا دل أيضا على أهمية اللغة الصينية هي جدا مهمة وبدأت تأخذ مكانتها وتنتشر كذلك أيضا وهذا جميل أن يكون في تبادل معرفي بين الصين وكذلك أيضا بين الدول العربية أو الناطقة باللغة العربية دكتور أرجع لك بالسؤال عن المنهج أو المناهج التي خصصت لهذا البرنامج مثل ما ذكرت سابقا بأنها مهمة ليست أبدا بالسهلة تعليم اللغة العربية بتعمق وبتفاصيلها إلى غير الناطقين بها تحدث عن هذا البرنامج وتفاصيل نعم لا شك أن دراسة اللغة العربية منتشرة في كل مكان صحيح ولكن الأهمة كيف نبدأ بتدريس اللغة العربية كيف نبدأ دراستها مع الطلاب الناطقين بها أو بغيرها حتى مع العرب الشاهد في هذا الكلام أن البداية مهمة جدا فمثلا يأتي الطالب غير العربي عندما يريد أن يتعلم اللغة العربية يفاجأ أن عندنا في لغتنا ما لا يوجد في لغات هذه الدنيا صحيح كما قال صاحب السمو حفظه الله ورعاه حرف واحد من اللغة العربية يعدل كل لغات الدنيا نعم متأكد لذلك يفاجأ الطالب بالحركات مثلا العلمات هذه ليست موجودة نعم الضمة والفتحة والكسرة فيتسأل في نفسه ولا يجيبه المدرس أو المعلم لماذا نضع الضمة بهذه الصورة ولماذا تضع على هذه الكلمة لذلك أنا أبدأ مع الطلاب بداية عجيبة وهي التأصيل لخروج العلامات من الجهاز النطقي للإنسان جميل يعني أرسم لهم الجهاز النطقي وأعطيه الجهاز النطقي وأعلمه كيف تخرج العلامة باندفاع الهواء من الرئتين ثم مرورا بالقصبة الهوائية وأشرح لهم بالتفصيل وطبعا هناك فيديوهات موضحة لهذه الأمور العلامة تقصد بها الحركات 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 الحرفع والضم والكسر جميل نحن نسميها العلامات لأنه عندنا ضمة وفتحة وكسرة وسكون وسكون ليس حركة لذلك نقول عنها علامات في اللغة العربية فأعلم الطلاب من البداية كيف تخرج العلامة لأنه يتعجب من هذه العلامة ولماذا توضع مثلا الضمة فوق الفاعل هذا أمر ويستطيع زدان أن يذكر بعض الأسباب توضع الضمة فوق الفاعل لأن الضمة أثقل العلامات والفاعل أقوى ركن في الجملة الاسمية أو الجملة الفاعلية هو أقوى ركن في الجملة الفاعلية والقوي يحمل الثقيل فيفهم الطالب لماذا توضع الضمة عندنا الضمة اختصار في الكلام لأن اللغة العربية لغة اختزالية مختصرة جدا تشتمل على الكثير من الضمائر وتغيير العلامة يغير في المعنى صحيح تغيير العلامة يغير المعنى تماما نعم أما في اللغات الأخرى حتى أغير المعنى أغير الجملة كاملة وأشرح وأستفيد في الشرح أما في لغتنا العربية تغيير العلامة يغير المعنى لذلك أبدأ معهم بداية سليمة بالطبع هناك بعض الصعوبات تواجههم أيضا اللبس بين الأحرف نعم الزاي السين الذال الصاد الضاد وهكذا صحيح هذه الأحرف كيف يتعرف عليها الناطقون بها أو بغيرها كيف يتعرفون عليها يتعرفون عليها أيضا من خلال إخراج الحرف من مخرجة برسم الجهاز النطقي ومن أين تخرج السمن عندنا ومن أين تخرج الصاد أضرب لك مثلا للصينيين على وجه الخصوص نطق النون مع أنه سهل جدا عندنا نطق النون صعب جدا عندهم طرف الليسان لا يمتد إلى أصول الثناء العليا لا يستطيع هناك حرف الراء أعتقد في بعض اللغات في شرق آسيا حرف الراء كيف أنتم مع حرف الراء جياشين الراء 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 لا سهل في اللغة الصينية هناك لغات أخرى أعتقد صعب فيها أيضا نطق حرف الراء لذلك البداية مهمة جدا إن ضيعت أول كل أمر أبت أعجازه إلا التواء جميل لذلك يجب أن نبدأ بداية سليمة يأتي الطالب فنعرفه الجهاز النطقي وكيف تخرج الأحرف ويستمع إلى الحرف بصورة سليمة وبالطبع كما أوصان صاحب السمو وحفظه الله ورعاه يؤثر فينا القرآن الكريم في نطق الأحرف لذلك أن أعلم طلابي دائما خاصة النطقين بغيرها أقول لهم عندنا قراءات متعددة لا أقصد في القرآن أنا أقصد هناك قراءة عامة للكلام العادي وهناك قراءة خاصة للشعر العربي وهناك قراءة ثالثة مهمة جدا وهي قراءة القرآن الكريم صحيح في تعلم اللغة العربية الحقيقة وكذلك أيضا قواعدها أنا أعتبر أنها جدا جدا مهمة قراءة القرآن الكريم في التأثير حتى في تعلم قواعد اللغة العربية سواء كان من ناطقين بها أو حتى لغير الناطقين بها دكتور نعم بارك الله فيك جياشينا كذلك يعني مثل ما ذكر دكتور هناك بعض الصعوبات ربما التي تواجه الطالب خصوصا الغير ناطق باللغة العربية أصعب ما وجهته أنت وربما زملائك في هذه المرحلة في التعليم نعم لا شك أن هناك يعني كل شيء جديد صعب نعم ولكن بإصراري وبعظيمة تقيل الصعوبات جميل يعني وتتلاشى نعم من الصعوبات التي وجهتها يعني مصر مخارج الأحرف مخارج الأحرف وخلطي بينها مصر وصين والصاد صحيح يعني زال وذات زال يعني وحكذا يعني ما شاء الله يعني أنت تنطق الصين والصاد بطريقة صحيحة يعني فرقت بينهم هذا شيء مهم جدا ولكن جئنا من صين إلى جامعة الشرقة درسنا مع الدكتور خطاب درسنا مخارج الأحرف وجهاز تقيل للإنسان نعم وتدريبنا تدريبنا يعني تدريبنا كثيرا حتى زالت هذه الصعوبة جميل وكذلك في النهوة ووضع على حركات في آخر كلمتي يعني في صيني في لغة صينية هناك ليست موجودة في 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 دومة في كسرة في فتحة لا توجد لا توجد لا توجد في في لغة صينية صحيح نعم هذه العلامات لا توجد أعتقد في أي لغة أخرى يعني غير اللغة العربية ولذلك تتفرد بها لغة الضاد الحقيقة ربما هذه العلامات وهذا ما يميزها كذلك نعم تقرأ باللغة العربية هل قرأت كتبا باللغة العربية أو حاولت أن تقرأ كتبا باللغة العربية قرأت تاريخي لشرق أوسطي جميل جدا قرأت التاريخ نعم هذا شيء جميل جدا أحب تاريخي جميل دكتور أنا أعرف كذلك أن هذا البرنامج أيضا يتطرق إلى تاريخ الإسلام صحيح؟ نعم نعم عندنا في هذا البرنامج في الفصل الدراسي الأول دراسة لتاريخ العرب والمسلمين الحضارة الإسلامية جميل يعني أن هذا البرنامج يتشعب لا يركز فقط على تعليم قواعد اللغة العربية وكيفية النطق بها لكنه يتشعب إلى كل ما له علاقة باللغة العربية وأهمها بالتأكيد تاريخ الإسلام المسلمين ما هي البرامج الأخرى كذلك التي ربما وضيفت لهذا البرنامج حتى تثريه؟ هو الأهم في البرنامج اللغة العربية والسبب أنه لن يدرس التاريخ إلا من خلال اللغة صحيح فكل المواد مبنية على اللغة العربية هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا فلغتنا لغة عظيمة جدا هؤلاء الطلاب عندما جاءوا إلى الجامعة كان هناك مادة للتاريخ والحضر الإسلامي يدرسوا أساتذة متخصصون في قسم التاريخ عندنا في جماعة الشارقة فدرسوا التاريخ وتعرفوا على العرب وتعرفوا على أخلاقنا وأخلاق المسلمين وأحبوا الإسلام جدا كانوا هناك مثلا لا يعرفون الكثير عن الإسلام أو صورة مغلوطة ربما كانت على الإسلام وكانوا بالفعل كنا نعاملهم إخوتنا أو أبناءنا جميل فالحمد لله يعني أثمرت هذه البرامج ثمرة طيبة سيذهبون بإذن الله سفراء للغة العربية بالتأكيد إلى بلادهم بإذن الله وإلى غيرها من البلاد بالتأكيد كذلك دكتور هل الدراسة تركزت فقط على المحاضرات النظرية أم أن هناك كان في جانب عملي أكثر في البرنامج نعم كانت هناك جوانب عملية كنا ندرس بالطبع في المحاضرة النظرية ثم يأخذ الطالب معه في البيت بعض القصص حتى يقرأها ثم يسألوا فيها بعد ذلك حتى يغتنم الوقت في بيته أو في سكنه ويتعايش مع اللغة العربية كنا نذهب إلى القبة الفلكية مركز الفضاء للعلم والفلك مركز الشرقة للعلم والفلك نذهب إليه وذهبنا إلى بعض الرحلات أيضا إلى معرض الشرقة للكتاب حتى يندمجوا وسط العرب ويستمعوا إلى اللغة العربية بلسان ناطقين بها لأنهم يواجهون مشكلة الناطق بغير العربي يواجهوا مشكلة أنه يستمع إلينا في المحاضرات باللغة العربية الفصيحة ولكن في الشارع يستمع إلى اللهجة العمية وأكثر من اللهجة فيحدث انفصام ويتساءل أنا تعلمت اللغة العربية في الصف وفي النهاية لا أستطيع أن أتحدث في الشارع نقول له والله هذه لغتنا لغة فصيحة أما لغة الشارع تحتاج إلى الشارع تحتاج أن تذهب إلى الشارع وتستمع إلى الشارع لأن اللغة مبنية على السماء هل واجهت صعوبة جياشين بين اللغة العربية الفصحة واللهجات المتعددة التي نتحدث بها وهل توجد كذلك أيضاً لها مثيل في الصين؟ في الصين؟ هل في الصين هناك لهجات متعددة أم لغة واحدة؟ لا لا توجد لهجات متعددة هل وجدت صعوبة في سماع اللهجات المتعددة هنا في الإمارات؟ نعم كان صعباً جداً صعباً جداً لأن الإنسان يتحدث بالعامية بالعامية والعامية ليست مفهومة بالنسبة لكم صعباً لنا أهم شيء لفت نظرك أو أعجبك هنا في الشارقة؟ ما هو؟ أهم شيء أعجبك أو أحببته هنا في الشارقة؟ ما الذي أحببته هنا؟ لأن أنا أتمنى سؤالكم مفهوم إن شاء الله مفهوم لأن جاملة الشارقة كبيرة جداً صحيح؟ صحيح؟ يعني وهناك غهب المناخي متحدد المناخي المتحدد هناك مناحي متعددة ربما هذا نعم هو يقصد مناخ الشارقة مناخي مناخي نعم في الجامعة هناك العديد من الطلبة العديد من الجنسيات كذلك ربما حتى الطالب تتاح له فرصة وإن كان قادما من الصين استقاء بطلبة قد يكونون ليسوا عرب وكذلك أيضاً أجانب أو من أفريقيا أو من أوروبا أو كذلك من دول متعددة وهذا شيء جميل لذلك كما قال صاحب السمو جامعة الشارقة ملتقى الحضارات بالتأكيد نعم إذا جاء الإنسان إلى جامعة الشارقة أستاذاً كان أو طالباً نعم يلتقي بكل الحضارات ويتعلم ويتثقف في كل يوم يزداد ثقافة وعلماً في جامعة الشارقة أستاذاً كان أو طالباً لأنها ملتقى الحضارات ولا يخف على أحد اهتمام صاحب السمو باللغة العربية وما يتعلق بها مجمع القرآن الكريم الحديث مجمع اللغة العربية الجامعة القاسمية اهتمامه البارز بقسم اللغة العربية عندنا في جامعة الشارقة نعم أعطيكم ألف عافية دكتور كل الشكر لك على وجودك بيانا كل الشكر لك كذلك أيضاً جياشين كل التوفيق كذلك أيضاً لك في استكمال هذا المشوار بالتأكيد في تعلم اللغة العربية كل الشكر لضيفنا دكتور خطاب أحمد خطاب أستاذ النحو الصرف ومحاضر بجامعة الشارقة وكذلك أيضاً طالب جياشين من الصين وهو أحد طلب المنتسبين إلى دبلوم المهني لللغة العربية في جامعة الشارقة شكراً لكم شكراً